نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع دكتور ناصر حريري عضو الهيئة السياسية في الاتلاف السوري الذي ينضم إلينا من اسطنبول مساء الخير أهلا بك معنا دكتور ناصر أين أهداف الثورة مما يحصل اليوم وكيف يؤذي هذا المعارضة بشقيها العسكرية والسياسية نعم مساء الخير لك والأخوة المشاهدين الحقيقة الوضع خاصة في شمال سوريا بدرجة كبيرة وربما في باقة الجبهات ولكن بنسبة أقل يعني يتعرض اليوم لحال التمايز حقيقية كانت إشاراتها يعني هي واضحة منذ البداية هناك فصائل اختبأت وراء طموحات ومطالب الشعب السوري وهي تحمل أجندة خارج وطنية لها أجندة خاصة تعيش في بحر من أوهام تحرير العالم ومحاربة الجميع وإلى آخره وهذه الجماعات لها تجارب في عديد من المناطق لم تنجح في واحدة منها واليوم بدل أن تقوم بتوجيه بنادقها إلى النظام وإلى حلفاء النظام للأسف الشديد تسير يعني قوافلها وتقتحم مقرات لشباب الثوار شباب الجيش الحر وتقوم بزرع المفخخات واللواصق التي تستهدف فيها القادة العسكريين والميدانيين الذين يعني قاتلوا فقط النظام وحلفائه وهناك قسم آخر هم شباب الفصائل الثورية الذين التزموا الدفاع عن المدنيين والتزموا الدفاع عن الشعب السوري ولا زالوا حتى هذه اللحظة يقاتلون عدة أعداء في نفس الوقت يقاتلون النظام وإيران وروسيا هنا يزداد الضغط والحرس الثوري الإيراني وميليشيات وسوريا الديمقراطية على ثور والآن هذه الكتائب الظلامية نعم من مصلحة من برأيك ستكون هذه الممارسات التي تقوم بها جبهة الشام فتح الشام يعني إذا نظرنا إلى هذه القضية من منظور سطحي نقول أن هذه ستكون يعني عكس مصالح الثورة وستؤدي إلى ضرر الثوار أنا شخصيا أقول وجهة نظري أنه يعني يعني حدث هذا التمايز مبكرا وما ضر الثوار كترة الجبهات التي يقاتلون ضدها بالعكس الخطر الأكبر أن تكون هذه الفصائل تنام في نفس المكان الذي ينام فيه ثوارنا وهم يعني يكيدون لها وهم يدبرون لهذه الفصائل المكاد ويحاولون قتلها وتصفيتها حتى يكون الوضع في سوريا هو نظام بشار الأسد وحلفاءه مقابل تنظيمات إرهابية على المدى الطويل أنا أقول أن حالة الفرز هذه ستكون لصالح الوجه البدني الثوري لمطالب الشعب السوري وأي محاولة لرسمها أو تلوينها بالعكس هي التي ستكون ضد أمانا وضد محاولة لماذا ستكون لصالحها؟ يعني من منطلق أنها ستبرهن للجميع وتؤكد اعتدال الفصائل الأخرى مقابل انتهاكاتها؟ ليس فقط يعني اليوم العالم كله يرى أن هذه الفصائل تحمل أهداف سامية وقيم حضارية تجسد حقيقة الشعب السوري صراحة وهي تقاتل ضد التنظيمات الإرهابية منذ عدة سنوات ولكن عملية الفرز هذه تجعلنا نرى العدو من الصديق صراحة وتخفف العبء الذي صبه وجود هذه الفصائل إلى تسليط غضب كل الناس واستهداف كل قوى الشر في العالم استهدافنا بحجة وجود هذه الفصائل وبنفس الوقت هذا الفرز يضع أبناء الشعب السوري الذين غرر بهم واشتركوا ضمن هذه الفصائل أن يعودوا إلى ميزان الحقيقة هل من بوادر كل يوم عندما نتحدث بي عذرني دكتور ناصر عن هذا الموضوع عن جبهة فتح الشام الذي أصبح تسميته تحالف تحرير الشام كل يوم نتحدث فيه مع حضراتكم تتحدثون دائما عن أمنيات بعودة هؤلاء إلى المسار الصحيح هل من بوادر لهذا الموضوع على الأرض على الأقل من بعض المنتمينة لهذه الجبهة؟ والله شوفي إذا حاولنا أن نتحدث عن القادة القادة العسكريين والميدانيين في التنظيمات التي ترتبط بأجندة القاعدة أو غيرها من الأجندات خارج حدود الوطن السوري يعني خارج حدود المشاريع الوطنية لا يعني القادة عادة مؤدلجين إلى درجة صعب الانفكاك بالنسبة لهم أما بالنسبة للمقاتلين والعناصر الموجودين على مناطق الرباط صدقيني حوادث الانشقاق تقريبا مستمرة ويومية ونحن نعرف الكثير منهم ممن اضطرتهم الظروف إلى الانخراط في هذه الفصائل هم بحركة تنقل مستمرة الدافع الأساسي فيها هو وجود الذخيرة ووجود المال الذي يمكنهم من استمرار المعركة ضد نظام بشار الأسد وقسم كبير منهم رفض أن يقاتل إلى جانب هذه التنظيمات عندما تم توجيه البنادق إلى إخوانهم واليوم نحن نشاهد عائلات عائلات يعني ضمن نفس العائلة نشاهد قسم يقاتل في فصيل ما وقسم آخر يقاتل في فصيل آخر لا تفرقهم إديولوجيا أو أجندة وإنما الظروف التي جعلتهم ينتمون إلى مثل هذه الفصال لذلك هنا نقول ضرورة وجود المشروع الوطني الذي يحاول استيعاب كل هذه الطاقات من أجل التبليل من دفعهم باتجاه الفصال الأخرى شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور ناصر حريري عضو الهيئة السياسية في الإتلاف السوري ترجمة نانسي قنقر